في عام 2020 أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم فعلت نزاهة هذا في شهر آذار الماضي لوحده بإصدار 58 أمر استقدام شملت مناصب مسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين حاليين أو سابقين الصولة المرتقبة لمكافحة الفساد توثق أدلة لديها بملفات فساد ستطول وزراء سابقين وحاليين كل هذا يأتي بما يترك أثرا إيجابيا على المواطن العراقي في محاربة الفساد والترهل الإداري وبما يحقق رؤية حكومية حول تحقيق النزاهة والشفافية واسترجاع الأموال المنهوبة ثورة القانون والقضاء هي إذن التي تطلقها الحكومة على منابة الفساد ومنابعه ما يحقق هدفا لتوجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جاءت نتائج توجيهاته بما كشفته لجنة النزاهة النيابية عن مذكرات إلقاء قبض بحق ثمانية نواب متهمين بالفساد الغريب في الأمر أن مصدرا في النزاهة كشف عن أن كل ملفات الفساد المثارة لا تتجاوز 2% من ملفات الفساد الحقيقية في العراق لكن ثورة المتسارعة والتي وصلت رقما كبيرا في شهر واحد يضعها خبراء صنعة السياسية على أنها تأتي تزامنا مع قرب موعد الانتخابات الذي قد يعطي اطمئنانا لنتائج عملية دموقراطية مرتقبة بما يمنح نزاهة وشفافية مطلوبة لكنه في المقابل يقرأ عند بعض الوجوه على أنها محاولات لإنهاء التأثير في نتائج المرحلة المقبلة التي تعدل أكثر أهمية لمستقبل البلاد ترجمة نانسي قنقر